أقيمت دورة الثامنة عشر للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في مدينة الحمامات التونسية خلال الفترة بين السادس والعشرين والتاسع والعشرين من هذا الشهر وحصلت القناة العربية لشبكة تلفزيون الصين الدولية على جائزتين دوليتين في المهرجان فاز برنامج مصابقة المواهب باللغة العربية في دورته الثانية من إنتاج القناة العربية لشبكة تلفزيون الصين الدولية بالجائزة الأولى ضمن فئة برامج المنوعات والسهرات فيما حصل برنامج الإرهاب العدو المشترك للبشرية على الجائزة الأولى كأفضل إعلان تحذيري ضمن فئة برامج الوامضات التوعوية والتنويهية وسلم الجائزتين المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية عبد الرحيم سليمان لشنجان وجنز ويمين يذكر أنه خلال ميرجاني هذا العام شاركت القناة العربية لشبكة تلفزيون الصين الدولية وشركة تلفزيون الصين الدولية وغيرهما من الهيئات الإعلامية الصينية الأخرى في منصة عرض مشتركة وأقامت بالترويج لمختلف البرامج التلفزيونية الصينية يادا بيد من أجل تعزيز التعاون والتبادل الإعلامي بين الصين والدول العربية